مرحبا بكم مشاهدين الكرام إذن حسب مصالح الأرصاد الجوية وحسب النماذج القريبة وابعيدة المدى بإذن الله نتنبأ بسهود هبوب رياح قوية أمطار كذلك وثلوج إن شاء الله ستكون في الموعد ثلوج ستكون في الموعد المتفاعة إذن يبدو العلو التحى من 700 حتى 800 متر بإذن الله وهذا حسب ذات البيان ستكون الأجواء إن شاء الله النهار اليوم ثلاثة غائمة سحب كتيفة قد تعطي بعض الأمطار بإذن الله أمطار متفرقة مع هبوب رياح إذن من متوسطة إلى قوية بينما يوم الأربعة إن شاء الله يوم غد ستكون نكون على موعد مع تساقط الثلوج بداية من ظهيرة يوم الأربعة خاصة على مرتفعات تيارت تيزي وزو البليدا سطيف بجايا جيجل البويرة مع تساقط الثلوج على المرتفعات كذلك التي يزيد علوها 800 متر إن شاء الله وأشارت نفس المصالح أن درجات الحرارة بإذن الله ستتراوح من 10 إلى 16 درجة مئوية على الولايات الساحلية ومن 6 إلى 12 درجة إذن 15-20 درجة على إذن أغلبية ولايات الجنوب الرياح كذلك ستبقى قوية تتعدى 80 كيلومتر في الساعة مع بحر شديد الهيجان وعلو الأمواج إذن 5 أمطار إلى غاية يوم الأربعة وهذا على طول الشريط الساحلي إذن ننتقل بكم مشاهدين إلى بيان خاص من طرف الحماية المدنية يدعو من توخي الحيط والحذر وهذا بسبب هبوب الرياح القوية على مناطق الساحلية الشمالية والداخلية تصل سرعتها إلى 90 كيلومتر في الساعة وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية دعت ذات المصالح لتجنب الحوادث خاصة المنزلية مشاهدنا الكرام وحوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية لذا وجب ترتيب الأثاث حسب القابل للانكسار بفعل الرياح الاستعانة كذلك بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطيلب طيار كهربائي على سبيل المثال لذا مصابح يداوية مزودة ببطاريات للشحن وضع السيارات وكذلك الحيوانات والعتادة الهام على أماكن بعيدة عن الرياح أقول وخاصة تجنب فتح النوافد وبالنسبة لمستعملية الطريق يجب التخفيف من السرعة من أجل أن تكون لديكم مشاهدنا الكرام رؤية واضحة بطبيعة الحال للطريق وتفادي أي حاجز يكون هناك عدم الاقتراب خاصة من البحر خاصة المناطق السخرية وكذلك البحيرات والمجمعات المائية وبالنسبة لقطاعات البنايات يجب حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح وعند التنقل مشاهدنا الكرام يجب اتباع نشريات الجوية الخاصة وكذلك حالة الطرقات وفي حالة التنقل يجب تفادي المناطق والاماكن خاصة الغابية وتخفيض سرعة السيارة وكذلك اعلام الاهل والاقارب عن موعد الانطلاق وكذلك موعد الوصول اذا مشاهدنا الكرام في تأني سلامة وفي العجلة ندم العودة الى زميلي وسيم لإكمال بقية مشرة الظاهرة اشتركوا في القناة